وفي هذه الأمور الثلاثة تقوم مصالح البشرية بها تكتمل السعادة بالعلم النافع الذي يزكي به القلوب والنفوس والأعمال والرزق الطيب الذي هو ثمرة العلم فإنه لا يميز بين الطيب من الرزق والردئ إلا ما كان عالما أهل ديس أندلون بانجلدش آشن پويتر قرآن وصحي حديث رالوك جبان گوڑي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أحمده على ما خص به أولي العلم من رفع المقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون العلم أشرف ما حصلته النفوس وأنفس ما اشتغلت به الأفئدة لذلك أمر الله تعالى خاتم رسوله وأشرفهم بسؤال الزيادة من العلم فقال أقول رب سدني علما أيها المؤمنون رب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسبح قال اللهم إني أسألك علما نافع ورسقا طيبا وعملا متقبلا وبهذه الأمور الثلاثة تقوم مصالح البشرية بها تكتمل السعادة بالعلم النافع الذي يزكي به القلوب والنفوس والأعمال والرسق الطيب الذي هو ثمرة العلم فإنه لا يميز بين الطيب من رسقه والرديء إلا ما كان عالما أيها المؤمنون منزلة العلم رفعة عالية لا تسابيها منزلة من المنازل ولا تقاربها مكانة من المقامات لذلك نفى الله تعالى المساوة بين من يعلم ومن لا يعلم فقال جل وعلا قل هل يستمي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل رفع الله تعالى أولي العلم منزلة ومكانة على أهل الإيمان قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه وأتئعوه وراقبوه ولا تعصوه فإن التقوى هي أساس العلم ومفتاح الفهم واتقوا الله ويعلمكم الله الله بكل شيء عليم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة